اهلا بكل مشتركين قناة عرويتي تعرض الاعلامي عمر اديب في الساعات الاولى من اليوم الاربعاء لحد السير على طريق ضهشور وهو يستقل سيارته رينج روفر فوج واصيبه في الحادث وعلى قصر انتقل الى المستشفى لتلقي العلاج واسعافه تتوفر في سيارة الاعلامي عمر اديب العديد من وسائل الامان المختلفة وعلى سبيل المثال للحصر فتتميز السيارة بنظام مراكبة النقطة العمياء ونظام مراكبة محيطية وتحذير من مغادرة المصار ورادار لمراكبة الشارع وانزار عند استشعار السيارة بوجود حادث ووسائد هوائية في جميع اجزاء السيارة والفرمالة الالكترونية في حالة الطوارئ كل وسائل الامان هذه لم تمنع السيارة من وقوع الحادث ويرجع ذلك كما ذكر خبراء من قبل الى عدم ربط حزام الامان او عدم تفعيل بعض وسائل الامان في السيارة تعمل السيارة بمحرك 3 لتر تيربو مكون من 6 ستوانات يولد قوة 380 حصار واقصى عزم للدوران 450 نيوتر متر متصل بنقل حركة اوتوماتيك من 8 سرعة وتتسرع السيارة من السابات لمية كيلو متر في الساعة في 7 و 8 من 10 سنية وتصل لسرعة قصوى 209 كيلو متر في الساعة محددة الكترونية وساعة خزان الوقود 104 لتر ويبلغ سعرها من 3.390.000 ل4 مليون لنسخ محركات 3000 CC وكشفت مصادر طبية في المستشفى التي استقبلت عمر اديب انه خرج منها بعد اجراء الفحوصات اللازمة الاطمئنان على حالته الصحية وعدم وجود نزيف داخله وذكر احد معدي برنامجه ان الاعلامي عمر اديب بخير لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله